في درس اليوم نتابع الحديث عن نظرية ستوكس هذا المحور Z وهذا المحور X وهذا المحور Y تخيلوا أن هناك منطقة في المستوى XY ولتكن المنطقة R وهي محصورة بمنحنة مغلق يتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة على هذا النحو ليكن رمزه C إذا كان لديكم مجال متجه أو حق المتجهات F معرف على الدالة P لX وY في الاتجاه I زائد الدالة Q لX وY في الاتجاه J وليس لديه أي مركبة في الاتجاه K هذه الأسهم تمثل المجال المتجه على المنطقة وبما أن المركبة في الاتجاه J صفر فلن يتغير المجال بتغير قيم Z بمعنى آخر جميع متجهات المجال F ستكون موجودة في المستوى XY بناء على هذه المعطيات جدوا قيمة التكامل الخطي على المنحنة المغلق لحاصل الضرب النقطي لـ F في DR حيث يشير DR إلى التغير متناهي الصغر في الموضع على المنحنة حسب نظرية ستوكس هذا المقدار يجب أن يساوي هذا المقدار أي التكامل الثنائي على السطح لاحظوا أن المنطقة R تمثل السطح في المستوى XY إذن هذا يساوي التكامل الثنائي على R لحاصل الضرب النقطي للتدور F في N وقد تجدون التدور يدعى في أحيان كثيرة بالالتفاف قبل حساب حاصل الضرب النقطي هنا انتبهوا أن DS هنا يمثل جزء صغير من المنطقة المسطحة هنا لذا لن يكون التكامل بالنسبة إلى DS بل إلى DA لحساب حاصل ضرب الالتفاف أو تدور F في N احسبوا أولاً التفاف المتجه F لإيجاد الالتفاف أو التدور جدوا محددات المصفوفة اكتبوا أولاً المحددات I والJ وK وفي الصف الثاني اكتبوا المشتقة الجزئية بالنسبة إلى X وبالنسبة إلى Y وهنا المشتقة الجزئية بالنسبة إلى Z تذكروا أن هذه الصيغة العامة تستخدم لحساب الالتفاف أي مقدار دفع المجال لأي جسم في المنطقة إلى الدوران أخيراً في الصف الثالث عوضوا مركبات المجال في المصفوفة في المركبة I لديكم الدالة P والمركبة J فيها الدالة Q ومكان المركبة K صفر ويساوي المركبة I تساوي المشتقة الجزئية لصفر بالنسبة إلى Y وتساوي صفر ناقص المشتقة الجزئية لكيو بالنسبة إلى Z وتساوي صفر ناقص المركبة J وتساوي المشتقة الجزئية لصفر بالنسبة إلى X وهي صفر ناقص المشتقة الجزئية لP بالنسبة إلى Z ويساوي صفر ثم زائد K ضرب المشتقة الجزئية لكيو بالنسبة إلى X ناقص المشتقة الجزئية لP بالنسبة إلى Y هذا صفر وهذا صفر إذن التفاف المجال F يساوي المركبة K ماذا عن متجه الوحدة العامودي N؟ بما أن المنطقة في المستوى XY فإن متجه الوحدة العامودي عليها سيكون في الاتجاه Z ومقداره 1 أي أنه عبارة عن المتجه K بالتالي متجه الوحدة العامودي N يساوي متجه الوحدة K وبناء عليه حاصل الضرب النقطي للالتفاف المجال المتجه F في متجه الوحدة العامودي N يساوي هذا الحد لذا عوضوا هذا المقدار مكان حاصل الضرب النقطي للالتفاف F في N ويساوي المشتقى الجزئية لQ بالنسبة إلى X ناقص المشتقى الجزئية لP بالنسبة إلى Y في DA لاحظوا أن هذا التعبير هنا عبارة عن تعريف التكاول حسب نظرية Green يعني هذا أن نظرية Green هي حالة خاصة من نظرية Stokes حيث يكون السطح في المستوى XY أي أن السطح مستوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر